بصي بيش دلوقتي احنا هنتكلم المفروض عن ايه هنتكلم عن الرولز القوانين بتاعت شابتر ون ركز بقى معايا وبنلاق عليك مش عايزين ايه التخلف والناس تصحى معنا شوية القوانين بتدور حوالين اربع مواضيع الموضوع الاولاني حاجة اسمها بريوديك تايم بريوديك تايم وده رمز تي كابتل موضوع التاني حاجة اسمها الفريكنسي وده رمز نيو ورمز عمزة الفي مدلعة كده ورمز التالت حاجة اسمها الحاجة التالت حاجة اسمها الويف لينس وده رمز لامدا والحاجة الرابعة اللي هي الويف فيلوسطي واللي ده رمزها في اللي قدام ساعاتك ده المفروض ان هو المواضيع المتعلقة بقوانين الويف موشن دي ما انت عندك اول حاجة بريوديك تايم تاني حاجة الفريكنسي التالت حاجة الويف لينس ربع حاجة الويف لوسطي طب هو القوانين كتيرة مستر القوانين اللي قازم تتفهم عشان تحس ان هو مش كتير بمعنى اول حاجة اول حاجة بمعنى قوي 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 في اللي هقوله دلوقتي اول موضوع هو ال بريوديك ال بريوديك تايم رمز ال بريوديك تايم تي كابتل في البداية عايز اعرفك الفرق ما بين حاجة اسمها تي كابتل وحاجة اسمها تي سمول اي مسألة اي مسألة حضرتك شغال فيها في مسألة الويف يقم التايم يكون تي كابتل يا تي سمول مني تي كابتل ده يطلق عليه يا جماعة ال بريوديك تايم وده الوقت اللي حضرتك بتاخده عشان تعمل عدد موجات موجة واحدة بس لكن التي سمول ده يطلق عليه التوتال تايم وده الوقت اللي حضرتك بتاخده عشان تعمل اكتر من موجة او تعمل اقل من موجة فبالتالي مين التي كابتل التي كابتل هو لكن التي سمول معنى الكلام ده ان ما فيش حاجة اسمها احدد نوع التايم غير لمعرف الاول انا عملت ايه بالتايم ده عملت كم موجة يعني لو جيت في الامتحان قلتلك انا معايا ميت سان خدت ميت سانية فالميت سانية ده يا طارى هو تي كابتل ولا تي سمول والله يا مستر معرف لازم تقول انت عملت بيهم ايه فلما قلت انا عملت بيهم 50 اوسيليشن عملت 50 موجة فده يعتبر عدد الموجات عدد الموجات هنا اكتر من موجة ومدام اكتر من موجة يبدأ ايه يا جماعة تي سمول طيب يبقى كده اخد بالك مدام عدد الموجات اكتر من موجة او اقل من موجة يبقى كده التايم على طول اللي معايا ويعتبر تي سمول القانون بتاعت ساعتك عبارة عن كام قانون عندك هنا واحد اول قانون بيقول ان هو عبارة عن بمعنى انا لو خدت 100 ثانية عشان اعمل 50 موجة فانا عايز احسب لو نعايز اعرف كام يعني الوقت بتاع الموجة الواحدة هوزع على الان والان عندي تطلع معاك يبقى لو حضرتك بتاخد 100 ثانية عشان تعمل 50 موجة يبقى الموجة الواحدة بتاخد معاك ده تفسير اول قانون قانون التاني بيقول ان البرودك تايم هو اربعة في الـ والحقيقة القانون ده ميفسر نفسه بنفسه لان لو دي وانا طلعت فوق خط ثانية فالثانية دي تعتبر عندنا اسمها time of amplitude طب لو انا عايز اجيب الموجة كلها ما الموجة كلها تطلع في ثانية وتنزل في ثانية وتنزل في ثانية وتطلع في ثانية فثانية ثانية 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 بدأ ما تجمعهم على بعض ما تعمل ثانية في اربعة بما انك عارف ان هي عبارة عن اربعة فلو انا جبت لك هتضربه في اربعة عشان يجيب لك فبالتالي لو معاك اضربه في اربعة جبت مين رقم تلاتة يعتبر مع التردد اللي هو الفريكونسي طب هو ايه الفريكونسي ده طبعا نشرح الفريكونسي ونشوف هو مين رقم اتنين بنتكلم عن حاجة اسمها الفريكونسي الا وهو التردد قلت لك كلمة كده قلت لك يعني ايه كلمة التردد قلت لك فيه جملة بتقول الشخص يتردد على المنزل كلمة يتردد يعني يتكرر كلمة التردد يعني تكرار معدل تكرار الموجة فانت اول قانون لازم تعرفه عن التردد هو حضرتك بتعمل كم موجة في وقت قد ايه التردد هو عبارة عن عدد الموجات اللي انت بتعملها في وقت محدد عشان كده البريوديك تايم توتال تايم على الان لان ولكن الفريكونسي ان على توتال تايم عشان كده يا جماعة الاتنين انفرس البريوديك تايم تي اوفر ان والفريكونسي ان اوفر تي عشان كده فعلا البريوديك تايم يعتبر علاقة عكسية مع مين مع التردد بقى كده انا عرفت ليه ان البريوديك تايم يعتبر انفرس مع النيو فالجراف اللي هربطهم ببعض ادي ده وادي النيو العلاقة علاقة عكسية او لو ربطه لك ادي تي وادي واحد على النيو فالعلاقة دايريكت عشان كده النيو كمان بيقول ان هو عبارة عن واحد على تي طيب سؤال مهم جدا هو بالعقل كده بما ان البريريوديك تايم تي اوفر ان والنيو ان على تي فانت بتقول علاقة عكسية في سبب تاني مستر غير ربطة القوانين ان هما فعلا علاقة عكسية او يا جماعة لان لو موجة بتتصف ان عندها تردد عالي فهي موجة بتعمل موجات كتير جدا في وقت قليل فهي بتتصنف موجة عندها سرعة عالية وانت عارف ان السرعة عبارة عن ديسبليسم انت على الطايم فمعنى ان الموجة مسريعة يعني ما بتاخدش وقت فبالتالي الطايم بتاعها قليل ففعلا لما التردد كان عالي الطايم كان ايه قليل ودي ربطة كده ربطناها بغض النظر عن ربطة الايه عن ربطة القوانين ده بالعقل ان الموجة اللي عندها تردد عالي هي موجة بتعمل موجات كتير في وقت قليل فده معنى ان هي موجة سريعة والسرعة عكس الوقت ففعلا كل ما التردد زاد الوقت بيقل القانون درقم التالت تلاتة للفريقونسي سيبهو لي دلوقتي هنرجع له تاني اما بالنسبة للموضوع رقم تلاتة الا وهو الويف لنس والله الموضوع باين من اسمه رمز الويف لنس لامضا باين من اسمه بص يا باشا مش انا كنت بقولك هنا ان اي طايم اي طايم هو عبارة عن حاجة من الاتنين يا اما تي كابتل يا اما ايه تي سمول كمان يا جماعة المسافات المسافات في اي مسألة هي عبارة عن حاجة من الاتنين يقيم حاجة اسمها ويف لنس ودي رمزها بيكون لمضا يقيم حاجة اسمها توتل دستانس ودي رمزها اكس اللمضا هي المسافة اللي حضرتك بتمشيها عشان تعمل موجة واحدة بس ويباين من اسمها ويف لنس طول موجة واحدة لكن التوتل دستانس هي المسافة اللي حضرتك بتمشيها عشان تعمل اكتر من موجة او المسافة اللي انت بتمشيها عشان تعمل اقل من موجة فلما اجي في الامتحان اقولك باشا انا خدت ميت متر هو الميت متر دول يا جماعة لمضا ولا اكس هو في حاجة تانية يا مستر لا ايه هي لمضا يا اكس والله يا مستر ما قدرش حدد ليه لازم الاول اعرف عدد الموجات قلت لك خدت خمسين او كده اكتر من موجة اكتر من موجة يبادي اكس فدي كده اكس طب مدام سوري معلش مش دي الاكس بما ان عدد الموجات اكتر من موجة يبادي كده ايه اكس طيب القانون الاولاني بيقول ان اللامضة عبارة عن اكس اوفر ان مستر هو القانون ده شبه مين شبه يا باشا القانون ده انت لما حبيت هنا تجيب الطايم بتاع الموجة الواحدة عملت ايه وزعت التوتال طايم على التوتال نمبر اوف ويف عشان تجيب السنجل طبعا هنا يا جماعة عشان نجيب المسافة بتاعت الموجة الواحدة عملت ايه وزعت كل المسافة على كل النمبر اوف ويف زي يعني مثلا هنا لو عايز اجيب اللامضة اللامضة تبقى اكس اوفر ان فحضرتك خدت مئة متر عشان تعمل خمسين موجة فالموجة الواحدة وقف عليك باتنين ايه اتنين متر يبقى ده طول الموجة الواحدة نايش يا مستر طب ايه القانون رقم اتنين ايه القانون رقم اتنين سيبهولي دلوقتي هنرجع له كمان شوية المضوع رقم تلاتة بيتكلم عن ايه المضوع رقم ده تلاتة مضوع رقم اربعة بقى بتكلم عن الويف بس الويف ايه يا جماعة الويف فيلوستي ده طبعا رمزو في الويف فيلوست طبعا كده كده القانون بتاع اولا سانوي حضرتك عارف وناس كلها عارفة ان الويف بتساوي التوتال ديستنس عالتوتال تايم فبالتالي الاكس اوفر تي يجيب لك مين يجيب لك السرعة ولو عملنا كده مسلس عشان يساعدك انت بتشتغل هنا اديا باشا الاكس وادي الفي وادي ايه وادي انتي ماشا يا مستر ده بالنسبة لأول قانون واحنا كلين عارفينه القانون التاني هو يعتبر القانون الاساسي بتاع الشابتر ان هو بيقول ان سرعة الموجة هي عبارة عن تردد الموجة في الويف لينس بتاعها الفريكنسي في الويف لينس يجيب لك السرعة عشان كده لما عملنا مسلس كده يساعدك برضو وانت شغال هتلاقي ان ادي الفي وادي النيو وادي اللامضة عشان كده لما حبينا نجيب النيو اكتشبنا ان الفي عن اللامضة نيو ولما حبينا نجيب اللامضة اكتشبنا ان الفي عن نيو جيب اللامضة وهم دول القانون اللي احنا كنا سابينهم فوق يبقى اللامضة هنا يا جماعة هتساوي ايه بص كده اللامضة هتساوي في على النيو على اللامضة في على النيو يجيب لك ايه يجيب لك اللامضة طب النيو يساوي ايه في على اللامضة معايا فانت كده بالنسبالي حضرتك معاك كم قانون معاك ادي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ادي تسعة ودي عشر دي كده عشر قوانين اساسيين دي كده عشر قوانين اساسية في بقى حاجة اسمها قوانين الريشيو ودي النوطة مهمة جدا ايه بقى قوانين الريشيو عندنا حالة بتقول لو انا عندي مكتين قالك يا باشا لو انت عندك مكتين بس المكتين دول كانوا موجودين في السيم ميدييوم موجودين في نفس الوسط وفي حالة ان الموجة حصل لها انها اتنقلت ان الموجة انتقلت ما بين وساطين مختلفين يعني دي حالة ديفرنت ديفرنت ميديم والله يا مستر هنا الدنيا سهلة جدا في حالة السين ميديم القانون الاساسي بتاعنا بيقول ان الفي بيسوي نيوف لامضا ده القانون الاساسي احنا عندنا قاعدة بتقول اي قانون سلاسي لازم عشان ندرس العلاقة ما بين اتنين لازم التالت يبقى كونستنت طب انا الوقتي لو عندي موجتين بس موجودين في نفس الوسط يعني مغيرناش الميديم هل يا جماعة السرعة تتغير اكتشفنا هنا اكتشاف مهم جدا ان السرعة هنا هتكون كونستنت لان السرعة بتتغير لما الميديم يتغير هنا الميديم متغيرش احنا في نفس الوسط فالسرعة ايه السرعة ثابتة اي حاجة ثابتة في الفيزياء بنعوض عنها بكام يا يا جماعة هاف ولا تو ولا وان قالك وان يبقى كده النيو في اللامضة بيساوي كام بيساوي وان طب ما كده يا جماعة لو عايز اجيب اي حد من دول هيبقى واحدة على التاني طب هما كده يا جماعة علاقة دايركت ولا انفرس قالك لا كده علاقة عكسية عشان كده لما اعملنا ريشيو نيو وان على نيو تو بيساوي لامضة تو على لامضة وان طب السؤال يا مستر معلش هما ليه تولعوا بالشكل دا يعني ليه تولعوا نيو بيساوي لمضة تو على لمضة وان اولا في السرعة السرعة مش موجودة لانها كونستانت سانان هيا ليه في اتننات نهما ما تنساش ان هما تو ويفز فكل موجة ليها تردد وكل موجة ليها طول موجي والسؤال بيجي يقول لك الموجة الاولى ترددها كزا الموجة التانية ترددها كزا الموجة الاولانية бنت بتاع كزا هاة التانية ما glance долларов ترتكت يا بايا هو عيش طب لو عندي موجة انتقلت لميديام تاني لو كتبنا القانون هتلاقي نيو في لمضا هتلاقي في الحالة دي مين اللي بيبقى constant مين اللي بيبقى ثابت ركز كده اختار قاني لون لون ده هتلاقي ان هنا التردد هو اللي بيكون constant ليه يا جماعة لان التردد ما بيتغيرش لما الميديام متغير التردد بيعتمد على source بيعتمد على الطوبة اللي بتحيد في طاقت المصدر ما بيعتمدش على الميديام اللي انت فيه فانت لما تغير الميديام انا بالنسبالي مانيش اي لازمة يعني ده مقصدش فيه حاجة عشان كده الفي لما نعود عن نيوب وان مش هيبقى لها لازمة طبعا هتساوي مين هتساوي اللمضة دول كانوا بص دول اهو كانوا عكس بعضهم لكن دول بيساويوا بعض عشان كده الرشيو هنا تبقى في وان على في تو بتساوي لمضة وان على لمضة تو لو بصيت على القانون ده هتكتشف حاجة هتكتشف ان ما فيش تردد ايوا يا مستر عشان احنا في حالة وفي حالة التردد ما بيتغيرش تاني حاجة هتلاقي ان فيه اتنينات يعني في وان في تو لمضة وان لمضة تو ايوا يا مستر عشان السرعة هنا سرعة المفروض انها بتتغير من ميديم لميديم ففيه سرعة في الميديم الاول في سرعة في الميديم التاني فبالتالي ليها في الميديم الاول وليها في الميديم التاني انت هنا بالنسبالي ليك عندي كام قانون. تركز بعشان ننم الليلة كلها كده مع بعض في الليلة واحدة. الموضوع الاولاني هو موضوع الperiodic time. الperiodic time. تعال بقى نجمع اللي احنا قلنا كله. ده رمزه ايه? رمزه تي. موضوع التاني هو التردد والتردد ده رمزه ايه يا جماعة? رمزه بعد كده عندك مين? عندك الويف لينس. مين الويف لينس? قال لك طول الموجة الوحدة. بعد كده عندك مين? عندك الويف. اللي هي المفروض السرعة الموجة اللي هي رمزها فيه. بعد كده عندك قوانين اسمها قوانين الريشيو. تعال بقى نتعامل يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نكتب لك كل الكلام اللي عليك. الperiodic time او القانون total time over in. القانون اللي بعده بيقول ان انت عندك الاربعة في الtime of amplitude. برضه ده بيساوي واحد على النيو. اما الفريقونسي فهو ان على تي. والفريقونسي برضه بيساوي واحد على الperiodic time. والفريقونسي برضه بيساوي في على لمضة. اما الويف لينس فهو اكس اوفر ان. وبيساوي في على النيو. اما الويف لينس هي اكس اوفر تي. وبتساوي النيو في اللامضة الراشيو حاجة من الاتنين ايه ما احنا في سيم ميديم ايه ما احنا في ديفرنت ميديم لو في حالة سيم ميديم ركز لو في حالة سيم ميديم يبقى نيو وان على نيو تو بيساوي لامضة تو على لامضة وان اما في حالة ديفرنت ميديم يبقى في وان على في تو بتساوي لامضة وان على لامضة تو دي كل القوانين بتاعة ساعتك في الويف موشن اتمنى التشابتر يكون زبط اتمنى الدنيا تكون زبطت معاك في التشابتر ون شكرا جدا جدا لتركزكم معنا وتعبكم معنا نشوفكم على خير ان شاء الله السلام عليكم